اسمعيكم يا رب تكونوا بقال في الخير مش اقول لي يا بنات عشان الفيديو ده اكيد كيب انتشوا بحفظة عني مش بنات بس هي مش حاجة خاصة بينا احنا هي خاصة عمثا بالقطط النهر ده نتكلم عن القطط وعن التطعيمات وعن القطط تتجيب عقمه ولا لا بتجيب مش عارف ايه ولا لا بتجيب امرا تقول لا فالنهر ده نتكلم الفيديو ده وقول لكم التطعيمات اللي بتبقى نازم للقطط تاخدها واللي انا طبعا عملتها هتعمل الفيديو الاخر اللي عايزين ينجيبوا قطط او اللي حبين القطط ويالبا بينا اول حاجة القطط تجيبها من اي محل حيونات عادي فيه كمان جروبات اونلاين بيعرضوا قطط للتبني مثلا عندها قطط خالفة والحاجة فاي عايزة تارد اللي عندها للتبني انا عن نفسي جبت القطط تعتني من محل حيونات صغيرة مفوضة بيبادلها تطعيم اول ما تتجاب وكمان القطط الكبيرة فانا طبعا راح تجيبت قطط صغيرة بتاع عندها شهرين لازم في التطعيم اول حاجة اول ما تجيب قطط او تجيب قطط حاجة تعملها ان تذهب على الدكتور بيكترين لازم علشان يكشف على القطط ويبدأ اضيها التطعيمات بتاعتها التطعيمات اللي تاخدها التطعيم خدته اللي هو ده من بعد شهرين لازم القطط تتاخده وديد تبقى عبارة عن حقنة وتقريبا بتاخدها كل سنة او كل سنتين صراحة هتأكد وقولكو عليها بعد كده في نفس اليوم اللي تاخد في التطعيم بتاخد تطعيم تاني وده اللي بيبقى بتاع كل سنة شهور بيتجدد اللي هو التطعيم بتاع الددان والحشرات ده بيبقى عبارة عن زي برشامة تاخدها في بققها تبقى للددان والتانية بتحاجة انا مش عارفة هي كايت بودر ولا كايت ايه بس هي بكت الدكتورة فتحته وحطته فرقة بتقل القططة من هنا ده حشرات يعني بيتاخده مع بعض ده بتبقى كل ثلاث شهور علشان القطة تبدأ العطول نظيفة بيبقىش فيها ولا حشرات ولا ددان ولا يجيبلك امراض لان الحاجات دي هي اللي ممكن تجيبلك امراض لو القطة مش نظيفة وفيها حشرات وددان ده اللي هيتقلك المرض لكن طول ما تتديها تطعيمات فهي سليمة وكويس مفاش ايه حاجة اصطلات مش بيتجيبعوكم لان انا اصحاب كتير من ربيين قطة من صغرهم وكبروا معاهم ودلوقتي حتى تجيبك وخلفهم مسائل تمام جدا اصحابتوا ان اللي ممكن ينقل المرض لكي ولا نفس القطة ولا عدته القطة ولا اي حاجة للقطة سيكون متربها في بيت اللي يعمل كده قطة الشوارع لكن قطة متربها في بيت تطعيمات مطابعة عند الدكتورة فهم رهم هتجيبلك مرض اللي ممكن ينقلك مرض البيبي بتاع القطة الستول بتاعها تمام ده لو لمسيه غير كده انا لما باشيره باشيره جروف وبرميه في شنطة ما بننسوه بادي لما ستب ايديك لازم تعقم ايديك وتطهر ايديك او غزبا عنك مثلا جيف ايديك او كده لازم تطهر ايديك وتعقم ايها فمس جدا كده تتمحافظة على نفسك وما فيش اي مرض ولا فيه اي حاجة تتعادي في ناس التي تمسكها تطوط تبصها من بوقها وكده فاق ما بتلقلش مرض ولا اي حاجة تطعيم اللي بتاخده اول ما بتتم شهرين وبعد كده تطعيم كل تنات شهور زيان بقول طبعا انا يعني انا ردت الدكتورا ودي مثلا اهيبت التبلي الكواريخ عشان ابقى فاكرها انا كنت بتديها تطعيم اخر مرة 23 ستة فالمفروض ان التطعيم بعد ثلاث شهور اللي هو الددان والحشرات عشان القطة لضم نظيفة هيبقى ثلاثة وعشرين تسعة بيبقى كل ثلاث شهور فانسي طبعا مع دكتورا يبقى كش في التاحة مش غالي تقريبا ان انا بقى 30 جنيه حاجة كده بتدفعي بقى تمن التطعيمات والكلام تاني ددان والحشرات كانوا من 30 جنيه او 50 جنيه والتطعيم بتاعها كان بمية او 150 حاجة في الرنج ده ده فعطيناها ساعتها متين او متين وحاجة في ذكرة التطعيمات بتاعها كان التطعيم بتاع كل ثلاث شهور هيبقى بخمسين جنيه تقريبا او 30 جنيه حاجات كده مش اكتر من 50 جنيه في حاجة كمان لازم اقولها لكم ان احيانا القطة ممكن يجي لها وتجرب في ودنها اول ما تتولد انا قطتي لما اجدتها رحيش تانية بتهرش في ودنها كتير قوي وبعد انا مبوصف ودنها لقيتها مش نظيفة فلم قطتها الدكتور قلت لها قالت لي احيانا القطة لما بتتولد بتاخد الجرب دم مثلا من مميتها او حاجة انا ده معدنية او حاجة اقلت لي لا خالص ده بيبقى معدن من القطة للقطة لكن مش من القطة للبني ادمي فانضافت لي ودنها كويس جدا بدوى كده انا ضافت بيون او قطن كويس جدا لالودن الودن باقي نظيفة جدا كل ثلاث شهر بتحديدها تطعيم بتحاللو بتاع الحشرات ودن عمرها ما هتنقلك مرض ببارك من الاكل بتحالة لان فيه اكلات ولا الحملية ولا لانشنوا لك كلام تلك الكلام ده مرضو ممكن يجيب لها امراض هتاكل دايما الحاجات المسلوقة كده بقى حتت بتجيب عقمة وتعمل وتعمل كل دي يعني عادي اعرف لو مالو شفتش قدام عيني صحاب ليه كتير اتجاوز وخليفهم ومربين قطط من صغرون كنت ممكن اشكل في الموضوع بس عايز ما حصلش اي حاجة في ناس كتير ربيها قطط ومش قطط ولاتين فيه ناس بيتربي بالقرطة يعني عندها قطط كتير اولا انا هو لقيت لكم مكتوب ورا ان التطعيم اللي يبتا اخذوا بباب يبقى سلوي ويبدأ التطعيم عند عمر 45 يوم يعني بعد 45 يوم لازم تطعم في اي وقت بها بس قبل كده اهي في تطعيم تاني السعار عند عمر ست شهور وبيكون سنوي طبعا لما هروح لها شهر 9 عشان اديها التطعيم اللي هو بتعدي دان من الحشرات ويبقى بتقول لي ايه اللي هيتعمل للقطة تاني لان هي بتبقى كتبة كل حاجة في الفايل بتاعها ده تمام الجرعة الدورية للددان كل 3 شهور الجرعة الدورية للحشرات كمان كل شهر تاني بصراحة قلت لي كل 3 شهور مع الاثنين مع بعض تاخدهم الأطعيمة الممنوعة شكولاتة شاي اهواء عناب زبيب بصلتهم مشروم سكريات مكسرات بيدناي كحوليات كل حاجات دي اكلوا مضرر القطة كان القطة تبقى بتنام جنبي في السرير وبتلعب معي وممكن تلعب هي العضل اللي بالنسبة لها بي بتوضني في ايدي كان ده كله عادي جدا ومتخرب شوية تلعب عادي لو متي حبيتي القطة يعني زي ما انا حبيتها هتتتكبلي كل ده كده ده كان الفيديو عن التطعيمات بتاعت القطة يا ربكم استفدتوه طبعا انا في حد من ربي قطة يمفي عنده معلومات مفيدة كتبه هلنا بخصوص التطعيمات عشان كل البلد او كل اللي هيتفرجوا على الفيديو ويستخدوه وانا طبعا مستفجعاكو برا ان انا خبرتي قليلة في الموضوع ده انا قلت لكم اللي تم معايا لكن ما عنديش خبرة كافية ان انا اقول لكم كل حاجة عن القطة فاكيد هنشوفوا الكمنتات بتاعتكو واستفد منها واقول لنا ان يستحيل وانا ما تنسوش تروح هنشوفوا بقية الفيديوهات تنسوش تلغطوا على علمتو الجرس عشان يمثلكم كل جديد ويقشوكم بفيديو جديد ويقوض اشتركوا في القناة